وبوهران تمكنت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني النجمة من إحباط تهريب كمية معطبرة من مادة بقايا طحين القمح وما يعرف بن خالة حيث تم حظ شاحنتين محاملتين بهذه المادة قدرتها مصادرنا بمئة وخمسين قنطارا حيث واستغلالا للمعلومات تفيد بنشاط أشخاص يقومون بنقل وتحويل بقايا طحين مادة القمح من إحدى المطاحن الكائنة بالمنطقة الصناعية الكائن مقرها بمنطقة النجمة في بلدية سيد الشحمي إلى وجهات مختلفة ليتم مدهمة عين المكان أين تم ضبط شاحنتين الأولى كانت محملة بخمسين قنطارا من مادة خالة موجهة إلى بلدية بطيوة وثانية محملة بمئة قنطار من مادة خالة ليتم بعدها اقتياد الموقفين وشاحنتين إلى مقار الدرك الوطني لاستكمال التحقيقات معهما في انتظار تقديمهما ماما الجهات القضائية للبث في قاضيتهما ترجمة نانسي قنطارا